مباراتنا مع الريان دائما تكون صعبة مباريات ما تخضع لأي مقاييس ما تخضع لوضع الفريقين في الدورية وفي جدول ترتيب الدوري مباريات دائما ما تكون ندية مباريات تنفسية الاستعدادات جيدة وإن شاء الله أن الفريق عازم على العودة إلى سكة الانتصارات من خلال مواجهة الريان لقد كانت مواجهة معهم وأعتقد أنهم هم جيدة لذلك يجب علينا أن نقوم باستعدادات ونحن نقوم باستعدادات كما نعلم باستعدادات الريان بغض النظر عن وضع الريان أو عن التدابة للمحترفين دائما ما الريان يمتلك لاعبين مميزين على مستوى المواطنين أو حتى على مستوى المحترفين مبارياتنا دائما ما تكون صعبة مام الريان شفنا في القسم الأول مبارا كانت مثيرة وممتعة للجماهير أتوقع أيضاً مبارا هذه ما تقل صعوبة عن مباراة القسم الأول راح تكون أصعب الفريقين محتاجين للفوز الفريقين محتاجين للثلاث نقاط أعتقد مواجهة راح تكون قوية جداً بالتأكيد أعتقد أننا نقوم بعمل جيداً لنا لكننا يجب أن نقوم بعمل جداً ونقوم بعمل جداً لنقوم بعمل جميع الأشياء التي نريد دائماً ما تكون النتائج الإيجابية تعطي دفع معنوية كبيرة للعبين وأيضاً النتائج السلبية التي تكون موجودة للفريق نوعاً ما تكون محبطة نوعاً ما تكون مؤثر على المستوى الذهني لكن اللاعبين عازمين على العودة عازمين على الثلاث نقاط اللاعبين مصرين خلنا نكون ماضحين أكثر لرضاء الجماهير لتقديم مباراة كبيرة تكون في يوم السبت إن شاء الله أنا أتيت هنا وعندما أتحدث عن المساعدة والمساعدة 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 أعتقد أنني أريد أن نقوم بعمل جداً لذلك سوف نقوم بعمل جداً الجماهير دائماً ما كانت خلف الفريق مواجهة جماهيرية مواجهة أمام الرايان دائماً ما كانت جماهيرنا وفية وحاضرة في مثل هذه المباريات نتمنى دعمهم أتمنى أن الخسارتين التي كانوا موجودين في المبارتين الأخيرات ما تكون مؤثرة في حضورهم خلال المبارة القادمة ما زلنا في منتصف الدوري، ما زلنا في بداية القسم الثاني الفريق قادر على العودة للاتصارات قادر على التعويض إن شاء الله في المباريات الجاية نحن نحتاجهم، هذا مهم جداً لنا أعلم أن تارا رابي لديه أحد أفضل المساعدة في كاتر ودوها أعلم أن أعرفهم في المباريات الجاية في المباريات الجاية ترجمة نانسي قنقر